من جهته أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابية لقوات الحوثية الذي استهدف منشآت مدنية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين وأكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد طيب الشيخ الأزهر الشريف تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وأن يجنب أهلها كل مقروه وسوء وثقا بأن الإمارات ستبقى نموذجا وواحة لتسامح والإخاء والأمن والأمان